وبكر الحيرك الأهلي طرابلس قبل الجميع يبدأ المركات مبكرا ويتعاقد مع محمد أبو زريك شرارة كيف ترى هذا الانتداب وهل يحتاجه الفريق فعلا؟ والله يشوف بالنسبة لشرارة طبعا هو مطالبة كبيرة من الجماهير الأهلي لللاعب بشكل كبير يعني خاصة في الفترة الأخيرة دائما نشوف الأهلي دائما ما ينقصه المهاجم الصريع مع كراوع مهم جدا انتداب هو هذا الأهم ولكن شرارة طبعا نعرف أن المطالبة الكبيرة من جماهير الأهلي هي اللي قاتت أكلها وتم التعاقد معاه ولكن في نقطة سلبية لللاعب أنه لاعب له فترة موقف وخاصة في فترة وجوده مع فريق الترجي ما كانش يعني بشكل رسمي شارك كيف يجب التعويض والتدارك وإعادة اللاعب للفور؟ أنا نقولك بالنسبة لللاعب هيحتاج وقت طويل خاصة أن فترة الذهاب ليس سيكون موجود ليس سيلعب يعني حتى مشاركاتها لو شارك في المباراة الودية مش هتكون بنفس القيمة وبنفس الرتم العالي اللي موجود في الدوري خاصة أن الدوري ما فيه شي توقف في فترة هذه وهذا مهم جدا وأعتقد أنه لو اعتمد عليه فريق الأهلي حيعتمد عليه لو ترشح للفريق للدور السوداسي فأعتقد أنه بكل صراحة بموجة نظري أنه ما كانش الانتداب يعني مدروس خاصة أنك أنت محتاج لمهاجم أكتر من أنك أنت محتاج للجناعة واضح هذا رأيك كابتن أبو بكر اشتركوا في القناة